مساء الخير مشاهدين الكرام و يا هلا و يا مرحبا فيكم معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج دونية الشعراء و الأخوة الشعراء الزملاء مشاركيني في هذه الحلقة إضافة إلى مواد برنامجنا نرجو أن تقضوا معنا وقت سعيد و ممتع حياكم الله و الله يحييكم معنا في هذه الحلقة و ما شاء الله كل واحد مع قصيدة و معنا ديوان لسعود الردعان حياك الله يا أبو سعد أبقاك الله يا أبو محمد طبعا عندك ديوان جديد اصدار جديد نعم طبعا هذا طبعا المخرج يليت أنه يحط على الغلاف هذا ديوانك طبعا كم يحتوي على صفحة و السنو سميته ديوان باسم نفسي بسعود الردعان الهاجري و فيه حوالي 316 صفحة أتوقع هذا ديوانك الثاني نعم طبعا هذا الثاني لك ديوان كامل قصايدة أو معك شعرات لا يوجد مساجلات ولا غيرها من كلها يختص فيك الله الله كله طبعا شامل الغزل و شامل الوطنيات و شامل الرساء و شامل النصح و الحكم كل شيء فيه عسى الله يرسك و يعطيك العافية على هذا المجهود لحقيقة تشكر عليه لأن الديوان يحفظ قصايد الشاعر نعم 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 و نبارك لك مرة ثانية و يريد تسمعنا قصيدة من الديوان وطنية إن شاء الله يبشر نسمع يا كويتنا يا ذخرنا يا الحبيبة يجمل بلد و أغلى بلد و أعظم بلاد يا عزنا اللي دائما نعتزيبة لعل وقتك كلها فراح و عياد و ما غيرش بلادنا الروحي يريبة أفداش في روحي و مالي و الأولاد و حنا ذراتش نصار في الوقت ريبة نجيش في الزاعن على الموت و الراد يا كويت كل اللي تبين بش ريبة لتشل ولا يا كويت من عصر الأجداد لا تشغلت بعض الأمور الغريبة تصرف إن تصرفها بعض الأوغاد أهلي لهم بعض النواية المريبة الناس وراء بعض الشعارات تنقاد يا كويت ما نرضى عليك الغليبة و الطيب في بعض المواضيع ما فاد من لا يداري ديرته و اش نبيبة لصار في باله لا هداف و ابعاد يشوف عيبة الناس ما شاف عيبة و لو تقنعه بالرأي جادلك بعناد إن كانها بالهيمنة و الغصيبة الدار محكومة تحت ظل الأجواد شوخ لهم قدر و قيمة و هيبة أهل الصباح السياد من ترثة السياد سلامتكم السلام كله أعطيك العافية والله يحفظهم إن شاء الله و يعطيك العافية أبو سعد و إن شاء الله مبارك لك بالدوام مرة أخرى الله يبارك يا عمرك عزيز المشاهد معنا فقرة نشوف عما بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كفو لها إنت الكفو كفو لها إنت الكفو أميرنا إنت الزموم كفو يا بو فيصل كفو كفو يا بو فيصل كفو انت الوطن و انت الهبو كفو يا بو فيصل كفو كفو يا بو فيصل كفو انت الوطن و انت الهبو نواف يا فال السعاد والخير في كل البلد نواف يا فال السعاد والخير في كل البلد أميرنا الغالي وعد شعبك يمينك للأبد نواف يا فال السعاد والخير في كل البلد نواف يا فال السعاد والخير في كل البلد أميرنا الغالي وعد شعبك يمينك للأبد وعد ياسورنا حضر وبدو العبض انت والأخو ياسورنا حضر وبدو ياسورنا حضر وبدو العبض انت والأخو يامشعال الأحمد كفو كفو يا بو فيصل كفو ياسورنا حضر وبدو كفو يا بو فيصل كفو ياسورنا حضر وبدو ياسورنا حضر وكفو ياسورنا حضر وكفو ياسورنا حضر وكفو حياك الله أبو مرزوق سمعنا قصيتك اللي عندك الحمد لك يا ساتر الضعف والعيب شرعت للمسلم فريضه وسنه يا فارج الضيزات يا معطي الصيب من يل تجيب حماك مخاب ظنه عدى البحيري في طويل المرازيب رجمل وفا قبل يقدام الرقنه ومر يتجوه الحزم غربا ويصيب والجو غابر والهبايب برنه هاك النهار اللي عجاجه الواهيب يوم على الغافل السهومة رمنا معا كراس الهدف قلت تجنيب حتى وفيته قلت ما فيه منه وان ما وفينه في نهار المواجيب واشي حياة الرجل لكبر سنه يا كثر ما دا سلق دم من تجاريب والعين شافت وسني نفرزنه وخذت من شوحات الأيام تاديب وخذت من شوحات الأيام عنه واصبحت منها خالي البطن والجيب لعلي يكسب من رضا الله جنه ومن دور ربعي قلت وقول ويجيب واصغي على نجر الكرامه ودنه واجزع لي طقة تخشومه لقاريب واحزن على ونة صديدي يبونا وليكب وجهني كلوحة مشاهيب يندجبين من الحيوى المحنة وليركب راسه جريب المحظيب لقيت فالبعد الرهاوي مظنة أنزع منازعه وحشل المراجيب يمرس ضفاته جناح رفعنه عن مجلس ما يفرق الخيب والطيب أنزع عنه خاطر ما يحنه هيش انت جمع به خشاش وجناديب وفي أثع الياربع خشمه يزنه ومن لا يشوح يدبل الطيب بالطيب يقعد صعبات المراجي العصنه عزم على الشطة وصبر على النيب حضيظ من جاهن بوقته جنه وانخالفت ومست على مفرع الذيب أسحب على قوس العزايم وغنه وانخالفت ومست على مفرع الذيب أسحب على قوس العزايم وغنه واركض مراك يضل فهد صلف ومهيب ومن لا وطشينة الأنفس وطنه من أخضع الهامة مذلة وترهيب الله لمن تخضع له انسه جنه سبحان من سره عن الخلق بالغيب والنفس ترجع له وهي مطمئنه عفوك ولا غيرك يحل المقاضيب والكون واسراره ما يحتونه تفرج القلب ذاب خمسين تذويب في كل دائر حول مطوفنه قلب انشق واسكت هالأيام تعذيب قف على راية وهن خالفنه ولولا الهدف ما يطلت زدراعه الذيب والطير شوحة الخل متعبنه ناخذ من الدنيا قساوة وترحيب والغيظ في بعض المواقف نكنه أما صلاطينا السعه والهذريب اللي يحطون السوال في مرنه يوم الجيوش وساحة السجن تعذيب وين الوفاية مطلزين لعنه في ساعة يرسيبها العقل ويغيب يوم مثل هولا القيامة وتنه يوم الرعاع يقول وين المهاريب وشوح سيقانه لا يلحقنه تبلاب هالشيجعان أكفل شنيب ويطير قلب الدوكراه من مكنه اليوم صرته لثري رواديب تبوي شيء ما تطولون فنه أبعد من المرزم على الفطر الشيب ميراد هما كل ورد الرونه وانسان ما نفرق علينا الشنبعيب خسارة في الهنجال هاي له وبنه صح لسانك صح بدنك صح لسانك أبو مرزوق بس ما شاء الله قصيتك طويلة على المعنى فعلا هي على المعنى ولكن دائما القصيدة حنا سبق وانتكلمنا فيها القصيدة الطويلة هل هي يعني المعنى ما يخلص أبو مرزوق لموت للربع وإلا أنت تعمد طول القصائد لأنك كنت ما شاء الله أسمع قصايدك كلها طويلة المعنى ما الحكمة منها المعنى المعنى عندي أنا البال بحروسية المعنى أنا عندي قصايد معناها ما عاشي 15 بيت القصيدة هالمعنى يعني إذا وقف المعنى توقف القصيدة طبعا القصيدة هالمعنى قصيدة قافية ووزن بدون معنى ما لها روح طيب ماشي أبو مرزوق متى تكون القصيدة يسمى قصيدة وقصيدة يعني يعني يكونك أنت تطول القصيدة ما شاء الله وتكسرهم يعني نعرف متى تكون فلان عنده قصيدة وفلان قصيدة ما الفرق بين هذا و هذا فيه عشرة بيوت تطلع عنه أربعين بيت قصيدة المعنى قصيدة هالمعنى أبو محمد انطالت ونكسرت روح القصيدة هالمعنى يعني بعض المرات عشرة بيوت خمسة عش بيت معناها أطيب من أبو أربعين بيت بدون روح بدون معنى القصيدة عندي أنا وبنظرتي المعنى على العموم الله يعطيك العافية الله يعافي محمد على كلام محمد القصيدة تسمى من ستة بيات وفوق هذه تسمى قصيدة يعني تأتي من خمسة أو جاية من ستة وفوق هذه تسمى قصيدة ترى فيه تعقيب يعني على كلام أنا عندي تعقيب أدو محمد مثل ما قاله أبو راكان أبيات لما تكون تحت سبع أبيات يقول فلان عندك أبيات طبعا أبو محمد المعنى يمكن مثلما أدل أبو مرزوب يمكن شطر واحد يغلب له معلقات يسمونها بيت القصيدة لا لا أبو محمد يقول لك صيدة هل أسمع فلان عندها قصيدة لا لا أسمع أنا لا أسمعت لا أسمعت أنا سمعت أحيب منك أبو محمد قصده ترى كلمة قصيدة يقول لها بعض الأشخاص من عندهم هم يعني مستحدث لا محلية لغة محلية لا لا شغل بكلمة لا لا تتوقع القصر أتوقع أنها إذا كانت تقال الكلمة أنها تدل على الركاكة لا تدل على قلة البيوت نقص المعنى ونقص القصيدة لأن القصيدة ممكن خمسة بيات مثل ما قال بو مرزوق تكفي المعنى تكفي المعنى فالمعنى القصيدة هي معنى متى ما خلص الفصل أبو محمد أنا أقول لأحد النفس كلامك قال أنيَ أبدو مرزوق قصيدة أنا أرى قلت كلامه شخصيتي يعني نفس الكلام أنا أعطيته ستين بيت ستين بيت جرت عنه وما قال قال أنه أستحصى القصيدة أنا معناته هذا لي الشكل هو لا يعرف المعنى قالوا ستين بيت وأنا معتمدها على كلامه يوم خلاص قال والله يا أبو مرزوق خوشق الصيدة يعني معناته هذه تطلق على الركاكة الرجل نفسه على ثقافة الشخص العموم هذا توضيح والله يعطيكم العافية على هذا التوضيح جمعان حياك الله أبقاك الله يا أبو محمد أنتم المشاهدين حيا الله أبو سلطان تقول عندي أمراد نعم عندي قصيدة مرسلة لي من الشاعر عبد الله ناصر بن فالح العازمي نعم فيك وفيه بس قبل أن نسألك عن القصيدة سعود الردعان ديوانك في واحد سنة عننا قبل شوي يقول قبل أن أدخل السيديو وأنا نسيت وين موجود هو أنا أيتواجد يعني أبقاك الديوان موجود في مكتبة جرير ومكتبة كلمات إن شاء الله الله يهنيك إن شاء الله تفضل أبو سلطان طبعا عبد الله ناصر بن فالح العازمي هو بادي نعم هو البادي وشاعر محاورة وأنا ترى خاف من شعر المحاورة تفضل هو يقول البارحة جفني عن النوم مطاع سهران ليل ما يهود ظلامها أغض طرف العين وصك الأسماع يوم الطواري ما الهن استقامها بيني وبين الحزن رفقها ومقطاعها يا ما تخوينا بدون ابتسامها وارسل على جمعان مضمونة لو ضاعة لعل يلقالي عن الحزن قامها ويبدد أهموم لها القلب مطواع طبيعة بالنفس ما هي الحامها قلبي من الدنيا قد أسكن مشاع ما عاش في راحها ولا شاف أمامها الحب سيف الموت والسيف بتاع خطرا على قلبي تزايد هيامها ويشوقني طاريها والبرق لماعة طاريه في قلبي يمشيد خيامها طاريها له بالقلب ميقاف ويداع طاريه في قلبي يزيد احتدامها آقف لها وقفة شجاعا وقطاعا ما عض من كثر الحسايف بهامها يأخذ من خيار المكاسب ولا طماعة ولا تردها عنها قاويه هامها من طيب راسها ما يوقف على القاعة ولا زازع عزومها قليلة الكرامة هذا وهو حبهم خلين يرتاع بين الضروع العوج زاد احتدامها لا ناس ينحبها ولا هوب منصاع ولا تهيت لي غروف السلامة قم تضرب البيدة والأخبار تنذاع لعل جوي ينكشف لي عسامة والغيب والغيب لابس لها على وجهه قناعة ويجيك مثل الموج حين التطامة اسعف رفيقا قلبها اليوم ملتاعة وان كان ما اسعفته رح دفن اعظامة هذه قصيدة عبدالله ناصر بن فالح ما رده ابو سلطان رديت أقول تغيرت بعض المبادي والأوضاع أهل الشداد تشاور أهل المسامة واتبع صاراوله جماهير واتبع كثرا وجماهيرها وخلا عمامها وأهل الفساد توزع الزاد بالصاع وتحثنا للزهد والاستقامها والسحب ما غطى التزامات الإداعة وزاد الغبار وقصر شوفة اليمامة ترى الحصان بغير رشمه ومصراع يمكن يخلي فارسه في منامها ترى الحصان بغير رشمه ومصراع يمكن يخلي فارسه في منامه واللي يقرشع فيه ثيابة قرشاعة كلني دربي فيه دروبه درامه الحر تكفيها لشارة بالأصباع يعرف مواكيرها ويعرف مقامه وانت يا ابو ناصر لك الجو والقاعة وانت يا ابو ناصر لك الجو والقاعة أفزلك فزعها وحبه كرامه تشكي من الأحباب وتقول ملتاعه وتصيح فقدلي بقلبك غرامه بل حبه يا عبدالله تضيع الأسناعة قلب الرجل ما بين شرقها وشامه واكثر ما شوفه فيه كذب وتصناعه دموعهم فيها ضحك وابتسامه قلبي قسى ما عاد له بلها وداعه وفكري حلم لكن صح من حلامه قمت تظاهر بس سعاده والقناعة وطوف الزله بلية فهامها قمت تظاهر بس سعادها والقناعة وطوف الزله بلية فهامها طعني وريخ خافقك واسمع الداع راح الضمير وكسب ذاته سلامه الزبد من شمس الضحى غرغر وماعه وما حازمه ما عاد فيها قطامه وانا معك صامل وناصح وفزاع من ساحل المنقف الوادي يتهامه واسلم وسامحني على كل الأوضاع وعسى اردودي ما عليها ملامه سلامتك سلامك الله صح لسانك ونرجع مع أبو راكان أنت ما شاء الله مراقب البرنامج ونبي منك قصيدة حاضرين طرح قصيدة أبو محمد نصيحة وفيها نوع من تفاصيل بعض إسلوم العرب فضل سمعت لا تنترجع من هل البخ المدة ولا ترجع الفزعات من بارد الرأس ولا ترتج من عند لعدة مودة لو ودلك الصلح والسلم لا بأس والصدق في دينك ودنياك بده لابد ما يوصلك قطاع الأنفاس واصحى بن عمك لا تبيح بسده اصحى بن عمك لا تبيح بسده تشرح عليك أهل المشاره من الناس لابد تلقى فيهم الوقت نده ويبين لك في موقف منه نوماس وإذا تعدت الخطأ منها وإذا استحقت الخطأ منها عده وخلها تمر وحطها بين الأقواس والثانية والثالثة منها قده عند الشيخ اللي يشيخهم على ساس والرابعة توثق حبالها لشدة وابعد ديارك عن ديارها مرواس والخامسة اللي جابها لا تهده اجعل مكانها بين نيبان واضراس ما اللي عندك في الزمال لا تعده انواجهك في الدرب عطه أبو الأباس انواجهك في الدرب عطه أبو الأباس ولا تأخذ الأبنت من جاد جده أحرص على الماخل ترى العرق دساس وجلستك في برا خلم مجرهده أخير من جلسة منافق وبلاس تروق أفكارك وشوفك تمده ويغيب عنك كل همن واسواس واسواس حياك الله عزيز المشاهد معنا في هذه الفقرة اللي خصصتها لقصة برنامج لهذا الأسبوع هذه القصة عزيز المشاهد أحداثها قديمة وكانت على شخص يقال اسمه مقيت ومقيت هذا شخص له هواية وهوايته طرح السقور يعني صيد السقور في مواكرها يعني ما يحط لها مثلها الحين كوخ ولا يحط لها حمامة عشان يصيد فيها الصقر لا هذه هوايته أنه يراقب السقور وين أماكنها إذا فرخت في أي وقت تفرخ فيه يروح للجبال مهنته يتسلق بعض الجبال ليصل إلى مواكرة السقور اللي يتبيض فيها وبعدها يحرص على البيض هذا ويقعد يراغبه لين أنه يفقس وإذا فقس البيض يقعد نفس الوقت يراغبه بعد لين أنه يكبر الفرخ ويستعد للطيران ولكنه ما يطير لا يأكل لكن ما يطير الفرخ هذا ما يطير ومقيت معروف اللي أتكلم الواحد قال له خليه يروح مراح مقيت أو مهف مقيت ورشاه بعض الناس يسمع الكلام هذا ولا يدري شنه مقيت ولا يدري شنه قصته لأننا في مرة كنت قاعد في مكان ما وعلى بعض الغنوات مكتوب رجل هو زوجته في السيارة بينهم حوار يقول لزوجته هو قلت يقول لزوجته ووزبته كانت يقول يعني شلون قال والله ما أدري يعني حتى بعض الكلام يسمعه لا أدري شنه فالشخص اللي قلته هذا مقيت مقيت هذا إذا جاء واحد ومشى وقالوا خليه يروح مراح مقيت قال لي ما يبون أو مراح مقيت ورشاه أو خلوه يهف مهف مقيت لأن مقيت بالنهاية يطلق على شخص ما يبون هالناس خليه يروح مراح مقيت يعني مقيت نهايته سيئة نهاية مقيت سيئة فمقيت قاعد يراغب الصقور هذي اللي مبيضة ولما فقس البيض اللي قاله كان فيه صقر مفرخ ولما فرخ الصقر قال قاعد يراغبه قاعد يراغبه لين أنه كبر الفرخ يعني ما عليه خوف يأكل اللحم وهذا دائما يروح معاه ولد عمه ولد عم الله دائما يروح معاه فاليوم هذا ولد عمه ما كان موجود يعني سهل عنه قال وين فلان قال المسافر ما يرجع لبعد شهر راح دور له شخص في نفس المستوى أو يعني يعرف شنه انه يحوله بالحبل والحبل اللي يروح لأن الصقور المكان اللي يتبيض فيه يكون فيه جرف جبل في حافة جبل يعني خطر المكان لازم فيه واحد يمسكك فوق علشان تنزل للبيض أو الفرخ علشان تأخذه فالشخص هذا اللي قاله واحد وقاله شرايك تروح معاي علشان فيه فرخ لقيتهم أبي أطلعهم قالت وكعل بس أنا لا تنساني يقوله تعطيني فلوس قال لا فلوس ما عندي لما أطلع الفرخ أعطيك واحد منهم يقوله للشخص اللي يروح معه هذا مقيت لما طبعا نمسكه بالحبل وحطه على بطنه ونزله علشان يوصل إلى مكان لأنه في جبل والجبل هذا على حافة وخطر مكانه لازم يكون مثل متسلقين الجبال يربطه وينزله لين أنه يوصل إلى المكان وبعدين يسحبه مرة ثانية هذا عندما أخذ الفرخ ومسكهم بيده الفرخ لهم طبعا نسيت لذكر المشاهد لأن الفرخ ثلاثة الفرخ الأولان يسمونه الوافي أو يسمونه الوافي والثاني اللزيز والثالث التبع طبعا هذا الشخص خذاهم كلهم ويوم منه جاء قال خلاص طلعني يقول هذا للشخص اللي يفوق اسحبني بالحبل عندما توسط بالحبل قال أنا لي شنو منهم قال واحد لي الوافي لي واللزيز الولد عمي وأنا أعطيك التبع اللي هو آخر واحد هذا طبعا يقولون هذا الأخير هو ما يعيش الطير الأخير ما يعيش فقال لا أبيك تعطيني واحد لك واحد لي قال لا أنا ماني معطيك قال أنا أسحبك وفوق منك وتعبان فوق قاعد أسحب فيك ولا تعطيني قال لا ما رايح أعطيك منهم شي قال مدام ما أنتم معطيني يا مقيت هاكرشاك وقطت عليه حبلة وصارت هاي تمقيت توف مقيت وطاح هوية حبلة طبعا هذه القصة تدل على الحكمة والشخص ما وديك أن يصير طمع لأن الطمع مقيت في الصقور هذولي والشخص اللي مسيطر عليه كان فوق المفروض أنه لما يطلع فوق يتفاوض هوية لكنه ما عطاه مجال أن يتفاوض هوية وراح مقيت ورشاه وهذه قصة مقيت ورشاه لما يروح الواحد يقوله خليه يروح ما راح مقيت كل واحد يسألون ها وين مقيت قال عطيت مقيت رشاه راح هوية رشاه هذه قصتنا مشاهدين الكرام اللي حبيت أسمعكم إياها في هذا المساء نرجع مع أبو جراح خلينا نريح مع الربابة شو قوله أبو جراح حاضر نسمع الربابة صاحبي قربك علينا مظر ري مظرت الحطر الحطر ها حلار لاتك بعيد واتمنىك مره خير من قرب على غير مصنو لتكف عنينا بل اردع في شرين يا عزح صدقى الحمى و هلقى ما يرقى وين مروح يا عزح يا عزح يا وجود عليها واجد من فاطر الله قرها النوم عنها في فروع المظامي فوقها الجير بيتها وانحولها ومجهب الله واختفت جيرت الفطر غشها العسامي وبوقها الجير بيتها وانحولها ومجهب الله واختفت جيرت الفطر غشها العسامي وبوقها الجير بيتها وانحولها وانحولها ويحد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعطيك العافية صح لسانك مرحبا نرجع مع البحيري حياك الله أبو مرزوك حياك الله طبعا أبو مرزوك قلت لي في البداية أني عندك قصيدة سافر ولدك للعلاجة وكذا حنيت عليها وكذا وعندك قصيدة على هالموضوع هذا ولدي سافر وودة بنتها من المانيا وبعدين يوم أخذت أيام عاد يا الأمر وقيت معاك الطريج اللي والله كان يلوح البرق سبحان الله العظيم تهيضت وتذكرت أي والله دائما الشاعر يقول أشعر فيما حوله قلت عادة لا أنا أظن أن الولدين مثلين عايما عكما السوالف لو تسميته مثلين عايما بعده أكيد لك عدى أثاره هالبرق وقلت هذه طال أمرك قصيدة الغربة دائما الواحد اللي راح العيالة دائما يقول لك الولد الغايم منهم غالي غالي تفضل أبو مرزوق شو قلت يا رازق الطير في عشة وسر والحصاة سبحانه فيك الرجا يا كريم الجود لا تقطعه لطفك بنا عم حذيف الزمان وقصاه حروع تنتج على الخافق يفيك يضلعه البارح البرق ناضو هاضني في سماه جريت بس صوت ولساني بغيت أبلعه غديت مثل الغليث اللي تعثر دواه شاف برق ينوض معه ويصرعه عليك يا وافي المبدأ قليل الشناه يا محزمي عن صوادي فالدهر واطمعه يا مسند الراس وإن شان الدهر يا مسند الراس وإن شان الدأزمن وعوناه واحد وعده ليعد وزعي مربعه حر ليضف جنحانه تشيله أعضاه من قوة عزمة صعاطير الرهاء ترفعه سبعا على الطالف هالبيدة تسوقه أخطاه وليزف أربث عالب يال هنقرقعه حامن عرينه عن الموذي وحامن قفاه والسبع ما يطلع الله من حاجة مسبعة يا بيعداره على الطرق يومبعد مداه أبعد من اسهيل عن سنجار والمجمعة سقت هالأقدار للحاجة وقت حداه يليتني محد الحضار ومودعه يا راك بل يوجه هالقمر من فضاه يدور هكبتن بعينه وراس صبعه يا سائق الطائرة خذني على الاتجاه واجرك على الله مصروفين بندفعه واجه على ديرة النازي زعيم الطغاه وارتك على الطائرة لن الكفر تشلعه وليأت ساوت وقال افتح أحزام النجاه لف أشقر اللون بل كاغدولي ولعه يرتاح قلبا من الهاجوس يجحد ضماه يحن حن الخلوج وخافقه يمزعه أبم لي العين من شوفه مدام الحياة مدام شوفه حديد ووقفتي تنفعه سلام يا ماقف الشيمة عريب الوجاه يا حارة يا حارة الطيب يا زرعه يا منبعه يا شبه حر النزع مما كره لا القطاع وراه سحمل حنادي لا الأشاء تتبعه خلك على الهقوة العليا وشد الوصاع من تجربه والزمان اللي يقمعك يقمعه حط الرسنب التمني واستئنب الإله وقصر خط الرجل يا مرزوق لا تسرعه كم واحد ضيع الصيدة وضيع عصاه تسابقه تعجته مع رجته وفزعه ومن لا تحمل الوقت واحتدم وابتداء حول عليها الزمان بمخلبه وصفعه ومن يأخذ الوقت بالهقوة تجرع أخطاه ومن لا ترفع بفعله ما أحد يرفعه وكفاحنا بل حياة حرار ساس الغناء نروى من الطيل والمعروف ما نشبعه صح لسانك أبو سعد حياك الله سعود الردعان الهاجر يا مرحبا شو تقول يقول من صخر المعنى لطاروقة يختار جزل المعاني ما يلفقها يتعب عليه حسب قدره ومنطوقة يسوقه ومنطوقة والهزلات يفهقها يتعب عليه حسب قدره ومنطوقة يسوقه ومنطوقة والهزلات يفهقها البارحة يوم كل نهاج عن موقه أنه معي عيوني لا يوافقها قعد تفكر بوقت زاد تفتوقه ووقت على الناس مشرقها ومغرقها وعندي خبر لو ينوض المزن في بروقه اللي يتعداك ما ينفعك بارقها وعندي خبر لو ينوض المزن في بروقه اللي يتعداك ما ينفعك بارقها ولوزان وقتك ثرى الأعمار ملحوقه والهم لا طاول الأرواح يرهقها والمشكلة غرسنة اللي مال تعذوقه تصرم عذوقه ولا منها تذوقها وبيّن نبات غريب من شكل زملوقه ما لا تغصونه ونود الشرق يطرقها ونبت الفياف يموت وتنشف عروقه يسرف بهالهيف ولا هو بيحرقها هذا زمان يموت الحر في سبوقه والبوم يطلع على الصيدة ويلحقها هذا زمان يموت الحر في سبوقه والبوم يطلع على الصيدة ويلحقها حتى الذهب لو تلاصف طايح نسوقه وحتى لصايل بنات الكدش تسبقها وحتى المجالس غدت لجه بلا لوقه وسؤال في المرجلة قمنا تشفقها وراع النميمة معنا وسع شدوقه شبل وقيده بربع أهلين فرقها وحتى الخوي مع خوية ضاعة حقوقه كل ولا حاجة همه يحققها وحتى الغلاء زيفة عاشق المعشوقه ضحك عليها بساليبه وعلقها وحتى الغلاء زيفة عاشق المعشوقه ضحك عليها بساليبه وعلقها ولعادبه ذمة بالحق موثوقه حسب المصالح تطوعها وتعتقها طبائعين من بلاد الغرب مسروقة نركض وراها ونمشي في طرائقها ولا عمنا الناس فينا ناس معتوقة ما غيرت سلمها والله يوفقها ويا الله يا عالم في سر مخلوقها يا خالق الخلق يا كاف المرازقها تحفظ بلاد غلاها ما أحد فوقها متعلي قدرها بعيون عاشقها ويا رب عفوك بيوم قلة وفوقها يوم الخلائق ترجع عطف خالقها سبحانه صحيح لسانك صحيح بذنك تقول المجالس والسوالف المجالس قد تلجع بالألوق السوالف المرجلة قمنا انتشفقها يقول واحد السوالف اللي يقول مع ذباقي بالمجالس تعالين راح تليال الفرق في شهول وناسه لقال جيبه السالفة يجيل انكلان على الجوال دنك براسه صحيح الثاني صحيح الثاني أبو ركان ركان يقول تفكير يسرج في السباق أطيب الخير وفرت بهجوة الكون تسعين مرة وسرابي الهجوس لندبح الليل ومع الخيال وصلت حد المجرة أحيانا يا ردبي على شاطي النيل وأحيانا ما ينفع بمثقال ذرة وأحيانا أقول إن هاجس يصلفوا بخيل وأحيانا أقول إن هاجس لله درة وسهرت طول الليل مع واهجس هيل وشافت عوني كل نجم ومقره على سنة جامران حضن دلت الهيل فنجالها يبعد من الرأس حره ما غير أن أول ليل وأحلت تماثيل أخترت جلستها الروحي مبرة ودعيتها وانشت تمزون انها ماليل من سيلها وجه الثرى ما تشره وجريت موال من أرقى المواوي اللون علي من ذكرياتها مضرها ورجعت لأيام أصبوة التعالي لأيام راح تكلبوها مسره قلبي على ما قيل للماضي ميل ميل الشجر لبارد الريح مرة سلامتكم سلامك الله صحيح سعنك صحيح الحين من عنده لغز خنان ريح شوية أنا من قصيد قول هذا الغاز عنده الربيع من عنده لغز عنده مرزوق عنده مركا نسمع من نفسي ما بيشك تفضل أشدك على الرجل مع الناس محمول جنازة الميلة العرب يرغبونه قسمها بصوب ورأسها بصوب يحو وروحها بكف أصحابها اللي يبونه عندكم مياه يلا جمعان شغل سامعة أو لا والله أنا ما عندي إجابة شامو بالموبايل التلفون التلفون لا رد رد مرة ثانية أبو أردعكم للصبح لو تبونه أشدك على الرجل مع الناس محمول جنازة الميلة العرب يرغبونه نعم قسمها بصوب ورأسها بصوب يحو وروحها بكف أصحابها اللي يبونه روحها بكف جنازة الناس ما يبونه مير هذا يبونه ما تقول أبو راكام ما هو الكتاب ما هو الكتاب لا أبو جراح الله ما إذا أعلمتم عاقزكم مرة جراح لا 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 إذا أعلموا عاقزهم أبو قوم همت سامعلمت لا إن شاء الله هدك الله ما تقول أبو أنا اللي أعلمت قريب أفسرها لكم هو إذا ما فسرته العموم سمعنا 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 أشدك على الرجل لا 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 أبو مرزوق ما عاش ما قطع كلامك أعلن معاقزهم لابن أسمع لا 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 حد لا أبو حمد معاقزنا نبي نسمعه مرة ثانية تابعونا مرة ثانية نسمعه مرة ثانية للمرة النداء الأخير فضل أشدك على الرجل أعطنا مجال للتفكير أشدك على الرجل مع الناس محمول جنازة المرأة العربية يرغبونها قسمها بصوب ورأسها بصوب يحو وروحها بكفة أصحابها اللي يبونة اللي يبونة اللي يبونة هو اللغز تراها خدعة بعد أنت لا تأخذونها خدعة عندك كل بركان فيه شيء من الخدعة نسمع أنت تقول أردها شكوا ماكو فايدة رديتها ما عرفتها يلأت تفضل أبو يأكيد ما في شك هذا طال عمرك سلندر الغاز ميتا فيها السيارة يشلونها لا البلو لا الغنم ونودينها من قارية لا قارية هيبونة هم ميتا فيها السيارة جنازة فيها ولا جمع الناس ركبهم رأسها فيها خصوصا منهم قطعوا رأسها وزنها رأسها الغاز والجسم صح العموم يعطيك العافية وارد العموم يعطيك العافية أنا عندي لغز أحب أسمعكم إياه واللغز يقول يسكن في الجبال ويقعد مع الرجال ويلبس لبس النساء هذه حجاه ليس بلغزة هذه اللغزة وحجاه المهم أنه واحد يعني من المشاهدين قال لي أبي أنك ذيعة في البرنامج هو يقول لك يسكن في الجبال أو أنه مكانه فوق الجبال أو في الجبال أو كذا ويقلس مع الرجال ويلبس لبس النساء هذا يعني شلوك؟ إنه العقال شلون شلون؟ يقول لك أنه مكانه في الجبال ومقعده مع الرجال لاحظ مكانه مع الرجال ويلبس لبس النساء أنت أول شيء لو وضحت أن الرأس لا مرة وضحت تعلمتك هو يلبس أو هذا لا يلبس يلبس لبس النساء سام هو بالليل لا موه الليل ما بالليل أجل طبعا مثل ما قلت نساء أن هذا خدعة لغزة كيبة يعني ولقطة أبو سعد لا عندي شيء المفروض أنك أنت تعرف أبو مرزو والله يجوز أن يعلم بس هو لقطة هذا طبعا ما كان أقولكم إياه عساس أنه ما نأخذ فيه وهو السقر أو الطير لأنه موكره في الجبال ويقعد مع الرجال ويلبس البرقع الذي هو لبس النساء هل حين طال عمرك وصلنا إلى نهاية الحلقة نبي البيات المختارة جمعان فضل ما هيب من عاداتنا يا خليفة تصوير من جايمنا فالملازيم اللي يصور سفرة تأكل أهوضايا فهالظاهر أنه ما ظر على المعازيم سلام أبو سعر أقول ليضيق صدرك منها واجيس وهموم أصبر ورع الصبر ربك يعوضه شتت أهمومك سج رجلك مع القوم دنياك ما تسوي جنح البعوضة أبو مرزوك حال فين لو مملك الله عصاي وراس شاء ما ترقى من هلالكبر وقولي هبو ومن بنا بيت المعزة على الشيمة طواه والأفانة عندها لا تبقى لعفو صحيح أبو ركان أقول والله هني من قليل والله هني من ضعيف الرأي غاسل مثل من يغسل من الوجبة هكفوفة ما نجعل بينه وبين الطيب فاصل ما على فرقه لك أفر حسوفة حسوفة صحيح وفي بيت لك بعد مشهور أبو ركان لكن أنا أبو جراح شقول قالوا علامك ما تجي للتعاليل قلت لت هي شاربين القهاوي ما يستر يحلي بقلبه ولا ويل ولا يقطع الفرجة غريب إيناوي إيناوي صح لسانك نشكركم على تواجدكم معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن الأصغاء والمتابعة كما أشكر الأخوة اللي بجهودهم وصلت لكم حلقة هذا المساء من مراقبة القصائد للشاعر علي سعود العجمي وأتقبل تحيات محدثكم وألتقي معاكم إن شاء الله في حلقة قادمة حتى يحين ذلك الموعد لكم مني أطيب الأوقات وأسعدها ومع السلامة